محمد شحاتة لعب الوسط المعار من فريق طلاقع الجيش الزمالك بدأ خطوات تفعيل بند شراء اللعب وفيه قرار كمان بتعديل راتبه بنظر لانه خلص اللعب حط رجليه وبقى واضح انه هيكون من الاعمدة الاساسية لفريق بيتم بنائه في المرحلة المقبلة فالزمالك هيدفع العشرة مليون جنيه لطلاقع الجيش وبعدها يزيد راتب اللعب من اتنين مليون جنيه لأربعة مليون جنيه بعد تفعيل عقد الشراء مع مسؤولي طلاقع وعلى ذكر طلاقع الجيش فيه لاعب مؤثر جدا في الدور المصري السنادي بل وفيه اسئلة كتير عن مدى حقية اللعب في الانضمام للمنتخب الوطني وبتكلم هنا عن صاحب اول هدف في النسخة الحالية من الدور المصري الممتاز يسري وحيد لاعب طلاقع الجيش الجناح الايمن والايسر للفريق يسري وحيد فيه خط اتصال فتحة ما بينه او ما بين ممثري وما بين الزمالك والمفاوضات شغالة ورغبة اللاعب هي ان ينضم الى الزمالك لكن ده هيكون من خلال تواصل الزمالك مع طلاقع الجيش هو لسه منضم طلاقع الجيش جاي من الدرجة الادنى يعني هو اعارة من الترسانة وبالتالي الزمالك يتكلم مع طلاقع الجيش ومع الترسانة على حسب بقى الموقف ايه الزمالك تحدث مع وكيل اعمال اللاعب من اجل ضمه الموسم المقبل الاعلي في مرحلة جس نبض من اجل التعاقد مع اللاعب ولكن الزمالك اكثر جدية مفاوضات الزمالك زي ما قلتلكم جدية اكتر ورغبة اللاعب ممكن تكون ميلة اكتر ولكن فيش حاجة مضمونة لما تقول رغبة اللاعب فانا بتكلم على دلوقتي الساعة 12 الى تلت من يوم 5 يونيو ما تضمنش بقى بتدخل المفاوضات بتواصل الاندية مع النادي صاحب العقد مع العقود المعروضة والمرتبات انا بقول لكم بس دلوقتي الموقف ولنرى هل اللاعب اساسا المفاوضات هتبقى جدية من الطرفين اهلي او زمالك ده الوضع الراهن حاليا حمزة المثلوسي ايضا سيتم تعديل عقده بعد تمديده لكن هو كده كده عقده مكمل للسنة اللي جاية بيسعى للحفاظ على خدمات اللاعب المؤثر جدا في خط دفاع الفريق الابيض اللاعب الدولي التونسي اللي منتخب بلاده بيلعب مع غينيا الاستوائية اعتقد المباراة خلصة هنقول لكم نتيجتها خلال الدقائق اللي جاية بينما على ذكر الزمالك فحارس الزمالك السابق محمود عبد الرحيم جنش هيمشي من فيوتشر هيمشي من مودرن فيوتشر اللي هيمشي ده سببه طبعا الغياب عن المشاركة الفترة الماضية من ساعة ماتش الزمالك مع مودرن فيوتشر والزمالك بيتواصل مع محمود عبد الرحيم جنش بل اقدر اقول لك انه تم الاتفاق على كل شيء مع الزمالك اقدر اقول لك كده لكن الاول ما نعلمه بشكل رسمي ان جنش هيمشي من فيوتشر في الموسم الحالي بنهايته باي